موسيقى هاي ولدت شخصية بوكس باني ببروكلين نويورك على أيدي بن هاردوي و تكس افري وأبصرت النور للمرة الأولى بـ 27 تموز 1940 من خلال فيلم الرسوم المتحركة Wild Hair حصل الأرنب الشهير على اسمه من لقب مخترعه بن الملقب بـ Bug بوكس باني لعبه طولة أكثر من 160 حلقة كارتون بين 1940 و 1964 بالإضافة لمجموعة من الأفلام المسلسلات ألعاب الفيديو والإعلانات هو الشخصية الكارتونية الأولى من ناحية عدد الأفلام الذي ظهر فيها والتاسع عالمياً بوكس باني هو أول شخصية كارتونية تظهر على طابع وعنده نجمته الخاصة على الهوليوود من قال أنه بوكس كان حيوان الحظ للجيش الأمريكي ظهر على جانب الطائرات المؤاتلة وقاذفات الصواريخ الأمريكية وهو شخصية فخرية بها الجيش؟ أنا أهل شوفكم بكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا